السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ديسمبر 2014 على بعد 350 كيلو متر فوق سطح الأرض ومع نادام الجاذبية وكالة الفضاء الدولية مير كان عندها مشكلة ان بعض قطع غيار المحطة كان استهلكت ولازم تتغير فورا المشكلة ان قطع الغيار دي كانت موجودة في محطة ناسا في أمريكا على بعد 350 كيلو متر من سطح الأرض رحلات الفضاء للمحطة الدولية بتتكلف ملايين الدولارات ووقت طويل جدا واختبرات كتير قبل أي رحلة بتطلع للفضاء في ديسمبر 2014 في رحلة من رحلات الفضاء اتبع لوكالة ناسا رواد الفضاء اتفاجوا بعطل في المحطة وكانت في قطع غيار مهمة للمركبة لازم تتغير في نفس الوقت كانت وكالة ناسا بتقدر تكلفة توصيل قطع الغيار للمحطة الدولية لقيتها بملايين الدولارات في نفس الوقت كان الشعب الأمريكي بيطالب مجلس الشيوخ بتخفيض ميزانية ناسا اللي بيتم دفع اغلبها من ضرائب الشعب الأمريكي تم طرح فكرة طباعة المجسمات زي طباعة الورق او بمعنى اصح هنرجع بالزمن شوية لعام 1980 في اليابان لما كان دكتور كدما بيسجل براءة اختراع لمكينة اسمها تكنولوجيات النمازج الاولية السريعة لانشاء النمازج اولية لتطوير المنتجات داخل الصناعة او بمعنى اصح او طباعة ثلاثية الابعد للأسف دكتور كدما ما كملش براءة الاختراع بسبب ان كان في بعض الاوراق نقصة بس اول حد يعتبر اختراع طباعة المجسمة هو شارلز شاك اللي اختراع جهاز اسل ايه الخاص بي لأول مرة في عام 1983 الطباعة المجسمة او 3D printing او الطباعة ثلاثية الابعاد هي ببساطة جديدة ان احنا نقدر نطبع مجسمات او اجهزة ممكن تبقى جاهزة للاستخدام بمجرد من اطبعها بالزبط زي ما بنطبع الحبر على دورا تاريخ الطباعة المجسمة عد بمراحة كتير هنتكلم عليها في حلقات منفاصلة لكن دلوقتي هنرجع لنوفمبر 2014 لما تم اختبار فكرة اتباع ثلاثية الابعاد في محطة ناسا وتم اختبار الفكرة ولكن كان السؤال هل معنى ادامة جاذبية والانخفاض الحرارة في المحطة الدولية هل هينفع طباعة المجسمات زي الارض بالزبط بالفعل في ديسمبر 2014 كان فيه جدول لرحلة لمحطة الفضاء الدولية واخدوا معاهم ثري دي برينتر بدأت الاختبارات علشان تتم تباعة المجسمات على الارض وفي الفضاء ويتم مقارنة المجسمات المطبوعة بالنسخة الحقيقية من المجسم المطبوعة كانت النتائج مزهلة لان النسخ تعتبر اصلية والمطبوعة 100% لدرجة الاستنساخ وكانت اول تجربة حقيقية لما وكالة ناسا قدرت تبع امر تباعة لنموذج مفك مش موجود على سطح المحطة وقدرت تطبع اول مفك مجسم علشان ينقذ المحطة من العطل في نفس الوقت قدرت ناسا تقلل تكاليف الرحلات بس المشكلة كانت ان المجسمات المطبوعة كلها من خمات مشتقة من البلاستيك والنايلون وبمعنى ادق كل المجسمات المطبوعة 3D printing كانت من البلاستيك فقط وفي قطع غيار للمحطة مطلوبة من المعدن بعدها بدأ التفكير في تطوير الطباعة او 3D printing لتشمل المعادن مش بس البلاستيك في سنة 2017 اعلنت شركة مارك فورد انها ادرت تطبع مجسمات من المعدن زي الالمونيوم والماغنيسيوم وحتى تيتانيوم اللي تتصنع منه هيكل الطيرات زي ما انتو شايفين شركة مارك فورد ادرت تصنع الطبعة بتطبع مجسمات من المعدن ما بيناش محتاجين لمصانع كاملة علشان نسمع جسم او مجسم معدني ممكن يتعامل في البيت فالحية ده انجاز علمي كبير ما انتهتش تطورات الطباعة المجسمة وفجئنا في نفس السنة بتطور رهيب جدا وهي طباعة الاسمنت او الطباعة الخرسانية لو سرحت وسألت نفسك سؤال طباعة خرسانية يعني هطبع بيت مثلا احب جاوبك واقولك ايوه ده حصل بالفعل شركات كتير في هولندا والصين وامريكا وتبي بدأت تستخدم التكنولوجي دي بالفعل في طباعة البيوت واول بيت الطباعة بالخرسانة المجسمة كان على شكل كاسل او قلعة في الفلبين كل مكونات المبنى مطبوعة وزي ما انتو شايفين مفيش اي بناء يدوي كله تمند مكينة الطباعة وتدخل اليدوي الوحيد كان ان هما يركبوا الاجزاء اللي تطبعت او تصبت بالخرسانة بوسطة مكنة الطباعة او 3D printing للخرسانة لو لسه مش مقتنع ان فعلا في فايدة تكنولوجيا دي احب اقول لكم ان في شركات زي بي ام دابليو اعلنت انها تبدأ تصنيع قطع الغيار الخاصة ببعض الموديلات عن طريق 3D printing شركة زي HRE3D بدأت تنتج جنوط عربيات من التايتانيوم مطبوعة بالكامل بال3D printing في شركات نقلت موضوع 3D printing او طباعة ثلاثية الابعات نقلة تانية خالص لما شركة زي دايفرج مايكرو فاكترز اعلنت عن طباعة اول عربية كاملة من تيتانيوم مطبوعة بالكامل بال3D printing العربية بتوصل سرعتها ل321 كيلو في الساعة بقوة 720 حصان الموضوع هينقلنا نقلة تانية خالص العربية دي تكلفتها اقل بكتير من تكتفة العربية اللي بتتصنع في مصانع السايرات وتخيل معايا ان انت بتصنع عربية بالشكل اللي انت عاوزه بتكلفة اقل بكتير من انك تشتري عربية تمنها اكتر بكتير 3D printing موضوع بيتطور بسرعة رهيبة جدا نحب نسمع عرقكم لو حابين ان احنا نتكلم اكتر عن انواع اطباع المجسمة او 3D printing في الفيديوهات الجاي اتمنى ان احنا قدرنا نفيدكو بالتطور اللي بيحصل في المجال ده لو الفيديو عجبكو متنسوش لايك وشير والناس اللي اول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب لو عزين تتفرجوا على الفيديوهات اول باول وارابك اقوموا مهمة جدا نينا عشان نقدر نقدم محتوى مفيد ليكم هنستنر نتقو في الكومنتات ونشوفكم الحلقة الجاي متنسوش المصادر اتكلمنا عنها موجودة تحت لو حابين ترجعوا وردها شكراً كنتم ديكم